بدول محبو النجم البرازيلي نايمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي مقطع فيديو يظهر نايمار وهو يتعلم عد الأرقام باللغة العربية وذلك بمساعدة زميله محمد كلو وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ردد نايمار الأرقام من ثلاثة إلى سبعة كما أسلفنا باللغة العربية ثم بدأ بعدها يردد اسم النادي الهلال وظهرت عليه علامات السعادة في ذلك الفيديو بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح نايمار بدأ الاندماج في الثقافة السعودية خاصة بعدما شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الثالث وتسعين وظهوره وهو يرتدي أزيز سعودي في مقطع فيديو نشره نادي الهلال وحقق أيضا تفاعلا واسعا وأيضا على أنغام الموسيقى الشعبية رقص نايمار رقصة العرضة الشهيرة كما نرى في هذه الصورة وخاطفت والدته الأنظار بأول ظهور لها وهي ترتدي النقاب أين أصرت على ركوب الخيل وشربت القهوة العربية مرتدية المجوهرات كبيرة الحاجم تحمل الطابع العربي إلى تعليقاتكم ونبدأ بمن نرهان ولا التي كتبت نايمار يتعلم نايمار يتكلم عمار كتب أقوى تعاقدات السعودية هي رونالدو في نادي النصر أما حذيفة نعم تيج الدين كتب يتعلم الأرقام العربية لحساب الأموال السعودية الطائلة التعليق الموالي نقرأ فيه عراتب اللي يتقاضوه المفروض مو بس يتعلم نطق الأرقام كمان يتعلم الكتابة وقواعد اللغة العربية وخط المسند وغيرها